يجول بناظريه بين عنوين تعددت وتنوعت تدور أغلبها في فلك النجاح والتميز وتيسير التفوق في مختلف المواد والمستويات هي الكتب المدرسية الموازية التي بات يتهافت على اقتنائها الأولياء وقتنا تولى ملتعب يجب أن يكتشير يتعاون صغيرك في الدار خطرته وكما تقفلوش في الدار وتعاون معناتها ما تحصلش على نتيجة بيها هي غالية شوي نسوين أما أنا واحد على خاطر صغير ويعني يهول مش مشكلك الكتب المدرسية الموازية وإن أقبل عليها الأولياء والتلاميذ للدعم والمساندة فإن بعض المربين اختلفت مواقفهم حول جدوها رغم توجيههم تلاميذهم لعناوين منها الفرسكولين مش بلقى توارع بيكفيه التلاميذ بيشيقها في القسم ويأخوا الدرس وعندوا كتاب مدرس يمتيعوا بهم بيش يعمل إضافة يعني فيش يعمل الإضافة فما كوتوب راي لوضعيه تمتيع عدة أخطاء حتى الأسلاح فيه أخطاء بما أنه الأوقات متاع التدريس متاعنا التواصل وخاصة عامنا الكورونا بفعل الكورونا الأزمة هذه أنا ما عاش عنا الوقت بيش نعملو تلخيص ما فيها بيس أنه التلاميذ يمشي ونمشي للبرسكولين ويزيد يعمق ما عارفوا أكثر ويزيد يخدم تمارين يجب أن يعرف وين يمشي وين يعمل لبرسكولين كل نجم اللي نعتمدهم الكتب المدرسية الموازية تعد مكملا جزئيا يشترى تستعماله بمدى قدرة الولي على تقييم محتوى إذ يتضمن بعضها أخطاء علمية يمكن أن ترسخ في ذين التلميذ وتؤثر على العملية التعليمية وفق المستشار الأول في الإعلام والتوجيه التربوي هناك حتى كتب تقوم بإصلاح ما ورد من تمارين في الكتب المدرسية وهذا قد يجعل التلميذ والولي يبحث عن الإجابة قبل أن يكتشفها وبالتالي ملكة التفكير والنقد وغيرها من ملكات وغيرها من المواهب والمهارات قد تفقد الكتب المدرسية الموازية كانت في السابق تخضع للتأشير من طرف وزارة التربية ولكن مع صدور المرسوم عدد مئة وخمسة عشر لم تعد هذه الكتب تخضع للمراقبة سألت عرض وطلب ولا يمكن أن الإحاطة بهذا الموضوع دون إطار قانوني والإطار القانوني اليوم هو المرسوم مئة وخمستاش الذي يمنع عملية تقييد الإنتاج والنشر والتأليف في الوزارة معناها في المناشير الداخلية تنبه المدرسين إلى عدم نصح التلامير باغتناء نوعية من الكتب الموازية أو عنوية من الكتب الموازية وفي انتظار إطار تشريعي ينظم عملية إنتاج الكتب المدرسية الموازية وفرت وزارة التربية ما يناهز 2500 محمل إلكتروني ببعض مواقعها الإلكترونية لدعم ومساندة التليف